طيب ندخل بقى في موضوع الاقتصادي وده يمكن اللي بيئن منه مكتب العمل في الايام القادمة او اللي هيئن منه شركة كيكا لينر في عندها تهديد لألف وربعمائة عامل كمان عندنا الكاتي ام مهدد ان هو مش مهدد هو محتاج عنده ازمة مالية بالاخبار بتقول انها مئات الملايين من اليوروهات كاتي ام بيخطط للغاء 300 وظيفة فعلية موجودة فيه من 5000 وظيفة طبعا مع التعديلات اللي شرحت من رئيس الشركة بيرا اللي قال اني من يناير فبراير هيكون العمل بتلاتين ساعة وتطبيق نظام الوردية الوحدة يا ترى هذا يعني ان النمسا مقبلة على ازمة اقتصادية كبيرة لاني معنى ان انت 1400 عامل من كيكا لينر بجانب دي البدايات بتاعت الكاتي منها 300 عامل قراءتك للخبر كانت عاملة زي من الناحية الاقتصادية ومن ناحية طبعا البطالة يعني سيد الكريم مع الاسف الشديد يعني متل ما تفضلت يعني شركتين من اضخم الشركات موجودين في النمسا اللي فيهم تقريبا يعني خلينا نقول يعني يصلوا يصلوا الى 2000 الى اكثر من 2000 عامل فعليا افلاسات بالجملة مع الاسف الشديد افلاسات بالجملة تصيب النمسا تطال النمسا بشكل او باخر يعني شيء متعب بي صراحة وهاي كلها هاي الافلاسات مرتبطة ببينكو اللي هي فعاليا كمان كان عنده افلاس بالمليارات 11 مليار عبارة عبارة عن يعني معادلة وعبارة عن مجموعة متصلة بعض البعض بالنهاية يعني بيكون هو المواطن النمساوي هو الضحية وكي كان لين نبدأ الفلاس التاني لين هم عملوا افلاسة في نهاية 2023 نعم 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 صرحوا 300 اعتقد او افضل مش صار الله ما برفضيش صرحوا وقتها وقتها عملوا اعادة اعادة هيكلة وصار عندهم شولد 113 مليون 113 مليون وهلا 63 مليون اضافي اعتقد 61 مليون من القديم بجانب 113 مليون يعني بصراحة هاي الارقام ارقام رهيبة ارقام مخيفة بصراحة هاي اللي احنا منسمعها يعني على اي اساس وكيف صارت وكيف تراكمت هالديون وليش وصلت لهاي المرحلة وليش ما وقفت بمرحلة ابكر يعني يعني فيه خلل بصراحة يعني بكرة هاي الديون مرحلة حيسدها يعني حيبيعوا المقار حيبيعوا الاغراض الموجودة فيها لهم كده مقدمين كيكا لين المقدم على غلق 26 فرع هيتم غلقها وتسريح 1400 عامل كاتئم هيسرح 300 عامل لكن هيستمر البيع وحيخفف ساعات العمل وحيعمل ساعات العمل وهيبه من وبرضو برضو الانتاج عشان بيقول انه فيه زيادة في الانتاج وقلة في الطلب تتذكر تتذكر بالقراءتنا الماضي شو انه كل اساليب التسويق التسويق عم ما تختلف عم تتغير احنا عم ندخل عوالم مختلفة من ناحية التعامل مع المادة التعامل مع السوق كتير امور فعليا عم تتغير فبالتالي من الطبيعي توجد هذه الافلاسات وتوجد افلاسات اخرى كمان يا سيد الكارين يوم بالاخبار بالنشر اللي قدمت حضرتك كان فيه عندنا خبر بيقول انه تقريبا حتى التأمين الصحي عنده عنده عجز 800 مليون يورو تقريبا تخيل يعني تخيل موضوع ليس بهذه السهولة يعني موضوع ليس بهذه السهولة ابدا ولا بقية حالة من الاحوال فبالتالي الحالة الاقتصادية حالة مزرية اكيد لازم الموضوع يتم التعامل معه بالحكومة المقبلة لنشوف كيف امكانية يعني اعتقد ما فيش عنوان بالنسبة للحكومة القادمة اللي هو اقتصاد 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 اضف على ذلك معادلة ترامب واللي ماحده بيعرف كمان كيف رح تيجي يعني رح تكون حكومة جديدة مع النمسا مع ولاية جديدة لرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب وحيكون برضو ولاية جديدة وحكومة جديدة في ألمانيا يعني بالتالي فيه 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 كتير مفاعل جديدة اعتقد هتتعامل مع النمسا بـ 2025